موسيقى الحمد لله وكفاء وسلام على عبادين الذين مصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعد ما زلنا مع كتاب المهذب واختلاف الشهود في الشهادة طال المصنف الحمد لله وتعالى وإذا داع رجل اختلاف الشهود في الشهادة ما هي؟ أنت تنظر في الاختلاف هذا الاختلاف يرد الشهادة فيجعلك التضاد فتنتهي فتسقط الشهادة أو يكون الاختلاف على تنوع التنوع يجعل الشهادة تقام ولكن الحق هل يقام أم لا ينظر فيه يعني لو شاهدوا مثلا اتفقت الشهادة على مال معين أنه زيد له عند عمر مالا لكن شهد البعض بالنصف وشهد الآخر بالنصف الآخر فالشهادة هذه مع الشهادة عندما يتفقان تكون الشهادة على المال الذي يستحق زيد أو أنه يشهد شهادة تعتبر مخالفة ليست مطابقة لشهادة الأول يعني يشهد اثنان بأنه زنب امرأة في بلد كذا والآخر يقول لا هو زنبها في بلد كذا فهنا تعد هذه رب يرضى عنك الله يكلمك السلام عليك أحسن الله عليك تعد هذه الشهادة شهادة إيش؟ شهادة باطلة باطلة متضادة فلا تقام الشهادة اللي عمل بها وإذا ادعى رجل على رجل ألفين وأضاف كل واحد كل ألف إلى سبب فأنكر وأقام شهدين فشهد أحدهما له بألف مضاف إلى سبب كما ادعى وشهد الثاني له بألف آخر لم تتم الشهادة ولكن يحلف كل واحد من الشهدين ويستحرق الألفين كيف ذلك؟ قلنا أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة واليمين كما حدث ابن عباس وفي غيره بالشاهد واليمين إذن أول الشهد الذي شهد له بألف والثاني شهد له بألف لم يجتمع على الألفين فنقول له يمين في الألف الأولى فيستحقها بالشاهد واليمين وله يمين في الألف الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فيستحقها إذا أقسم بذلك فأما إذا ادعى عليه ألفين بسبب واحد أو أطلق فشهد له شهد بألف وشاهدناه شاهد بألفين الذي أضاف بيه أو أطلق أو أضاف أحدهما إلى ذلك السبب وأطلق الآخر فإن البينة ويحلف مع الشاهد الثاني البينة تمت مع ألف الألف في الشاهدين فيحلف مع الشاهد الثاني الذي شاهد بالألفين واستحق الألف الثاني وبيه قال مالك وقال ابن حنيفة لاتتم البينة على الألف كما لو أضفنا إلى السببين مختلفين دليلنا أنهما مالان من نوع واحد غير مضافين لم سبين مختلفين فإذا شاهد بيه اثنان ثبت الأقل منهما لأنها بينا كما لو شاهد أحدهما بألف والآخر فإنه وافقنا على ذلك وإن ادعى على رجل ألفا فأنكره فأقام الشاهد أحدهما له بألف وشاهد ففي وجهان أحدهما تصح شهادة من شاهد له بالألف لأنه شاهد له بما الدعاء وتبطل شهادة من شاهد له بالفين لأنه مكذب له كما بينت قبل ذلك فإذا كانت تضاد سقطت الشهادة فلا يستقيم الحق وإذا افترق فيكون الأمر على ما بينا من أن النبي قضى بالشاهد واليمين فإذا ما عليه إلا أن يقسم على الشهادة الأول أو على الشهادة الثانية لعلمه أن من عليه الحق مقر له به أو يجوز لأنه لم يعلم أن هناك من يشهد له رد الله عنكم جميعا أحسن الله ليك وإن ادع على رجل ألفا فأنكره وأقام شاهدين فشاهد أحدهما أنه أقر له بألف وشاهد الآخر أنه أقر له بألف ولكن قضى منها خمسمائة ففي وجهان أحدهما تزبط خمسمائة لأن شاهدتهما على الأقل فاتفق على الخمسمائة إذن تزبط والثاني لا تزبط أنه لم يتفق على ما يدعيه المدعين مسألة إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى شوفوا انظروا هنا بألف الخلاف في هذا الباب من مراعة في بيت فشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية غير الزاوية الذي شهدها الآخر أنه زنى بها أو شهد أثنان أنه زنى بها في زاوية أو زاوية وشهد الآخر الآخران أنه زنى بها في زاوية أخرى فإنه لا يجب الحد على المشهود لماذا لعدم المطابق؟ لعدم المطابق؟ فإنه لا يجب الحد على المشهود عليه وهل يجب حد القصف على الشهود؟ هذه علاقة وليه وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجب الحد على المشهود عليه ولكن يجب الحد عليه استحسانا وهذه مسائل ماتة صح كيف استحسانا وتقدر الحظ بالشبهات؟ ودليل أن الشهادة لم تتم على فعل واحد أننا قلنا أن الأربعة لابد أن تكون شهادتهم مطابقة فلم يجب الحد على المشهود عليه كما لو شهد أثنان أنه زن بها في الغذات وشهد أخران أنه زن بها في العشي فرع وأن شهد أثنان أنه زن بها في البصرة وشهد أخران هذا أبعد ما يكون وشهد أخران أنه زن بها بالكوفة لم يجب الحد على المشهود عليه وهل يجب الحد على الشهود على القولين والقالة فلن يجب الحد على الشهود ماذا بأن شهدنا نقص عددهم واجب عليهم الحد وقال لأن عددهم ها هنا قد كامل فلم يحدوا والصحيح أنهم نقص عددهم لعدم وجود المطابقة وظهرت لأن عددهم لم يكمل على فعل واحد لما كامل على فعلين يعني المطابقة الموجودة فرع وإن شاهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة وهي مطاوعة له وشاهد اخراني أنه زنى بها وهي مكرهة فلا خلاف أنه لا يجب أن حد على المرأة لأن البيينة لم تكمل في حقها إذن لا لا حد عليها أما الرجل فنص رحمه الله تعالى الشفعي أنه لا يجب علي الحد وابيه قال ابن يسف أيضا لعدم المطابقة واكتمل النصاب قال ابن عباسي يبع علي الحد وابيه قال ابن حنيفة لأن حكمه إذا طوعته وأكرهها لا يختلف أنه زاني زاني يبقى الأربعة قالوا بيش بزينة لكن يقولنا لا اختلاف الحال يدول على اختلاف الحق لا سيما وأن اختلاف الحال لا سيما وأن اختلاف الحال لا سيما وأن اختلاف الحال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات وأما الشبوت الذي يقتضي المذهب أنا أجب الحد عليهم للمرأة القولين وأما أجب الحد عليهم للرجل فإن قلنا إنه لا يجب عليه حد كان في أجب الحد عليهم قولان كما بينا قبل ذلك وإن قلنا يجب عليه حد لم يجب عليه حد قولا واحدا كل هذه مسألة اختلاف الشبوت لأنها بينا والبينة لابد أن تكون متفقة مسألة وإذا اتعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر فأقام المدعي شاهدين فشاهد أحدهم أنه قذفه بالعربية وشاهد الآخر أنه قذفه بالعجل شاهد أحدهم أنه قذفه يوم الخميس شاهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب الحد لأن البينة لم تكمل على قذف واحد كما قلت اختلاف الأحواري يؤدي الاختلاف الأحواري مستلزم منه الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات والحدود تدرأ بالشبهات و إن شاهد أحدهما أنه أقرى بقضفي بالعربية أو شاهد الأخى أنه أقرى العالمي belonging كضفي أو شاهد أحدهم أنه أقرى يوم الخميس أنه قضفه واشاهد الأخى أنه أقرى يوم الجمعة أنه قضفه ووجب الحد أن المقرب واحد وإن اختلفت العبارة عنه إذن هنا نازلت في المطابقة وأذا كانت المطابقة فلابد أن نقول نعم اختلاف الشهود أو اختلاف الشهادة لا يؤثر فرع وان شاهد اجنبيان ان فلان اوصى بعدق عبده غانم وقيمته سلس مالي وشاهد وارسان انا اراجع عن وصياته بعدق غانم واوصى بعدق سالم وقيمته سلس مالي والبيانتان عادلتان الوارسين تقبل بابطال عدق غانم وبابطال عدق سالم المتاخر له الحق لانهم لا يجران لنفسهم بذلك نفعا وادفعان عنهما ضررا لان قيمة العبدين متساوية قلنا ان شهادة رد اذا كانت جلبا لنفسه نفعا او دفعا عن نفسه ضررا وان كان الاجنبيان عدلين والوارسان فاسقين لم تقبل شهادة الوارسين بالرجوع عن عدق غانم ولكنهم يقولان غانم لا استحق العدق وانما الذي استحق العدق على عدق سالم فأكون غانم كالمغصوب عليهما قال الشفعي رحمه الله تعالى فيعتق عليهم ثلثة سالم وهو ثلثة تركة مما بقي من المال فيه وهذا يؤيد القول من السباق في الاولى وان كان الاجنبيان فاسقين والوارسان عدلين فلا تعارض شهادة الاجنبيان الفاسقين شهادة العدلين فيعتق العبد الذي شهد الاول وان الثاني بالوصيل نختم الباب بفرعين فرع أن شهد الرجلان أنه أوصى لزيد بثلث مالي وهنا نصاب الرجلان اكتمل وشهد واحد أنه أوصى لعمر بثلث مالي فليحرف عمر ويساوي زيدا في قسمة الثلث بينهما في قولان مضى بانهما والحق أن البيانة تقدم شهد الرجلان اكتمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن باريكم زادكم الله وحرصا فإذا شهد الشهدان اكتملت البيانة فكانت له أما الآخر فقد شهد له شهد فإذا تكتمل البيانة له فإذا شهد الرجلان أنه أوصى بثلث مالي لزيد وشهد آخر أنه رجع عن وصيتي لزيد ووصى بثلث مالي لعمر فلعمر أن يحلف مع شاهده ويحكم ببطان وصيتي زيد وثبوت وصيتي عمر قابلين هؤلاء لم يتعارضها وإنما الشهدان شهد بالوصية والشاهد شهد بالرجوع ويشهد بغير ما شهد له به والمقصود برجوع المال فثبت بالشاهد واليمين مقصود رجوع المال فثبت بالشاهد واليمين ولأن هذا ناقل عن الأصل ولأنه معه زيادة علم قلنا المذنب على النافي والناقل عن أصل مقدم على المثبت للأصل فرع وإن اتعى رجل على رجلين أنهما رهن عبدا لهما عنده بدين له عليهما فصدقه كل واحد منهما على حق شريكه وكذبه في حق نفسه ففيه وجهان أحدهما لا تقبل شهاداتهما لأنه يدعي أن كل واحد منهما كذب والثاني تقبل شهاداتهما ويحلف كل واحد مع كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده لأنه كذب كل واحد منهما غير معلوم لجوازي أن يكون نسي رهنه نصيبي والله تعالى أعلى وأعلى هذا بالنسبة لاختلاف الشهود ومجامع الأمر كما قلنا إن كانت منطبقة يستحق الحق وإن لم تكن منطبقة فينظر فيها إن كانت منطبقة على شيء واحد يطابق إذن الشاهد واليمين يستحق صاحبه الحق به مادام مالا أو كان مقصود مال وإن تعرضت تساقطت والانتقال إلى باب آخر والله الحمدل منه باب إذا شاهد الشهود عند الحاكم ثم راجعوا عن الشهادة لم يخلوا رجوعهم من ثلاثة أحوال وهذه المهمة جدا هذه المسألة يجيب على سئلة بعد الدرس إما أن يكون قبل الحكم مشهادتهم أو بعد الحكم وقبل استفاء ما شاهدوا به أو بعد الحكم وقبل استفاء ما شاهدوا به هذه الأحوال الثلاثة إذا رجع الشهود عن شهادتهم فإن كان قبل الحكم لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم قال شيئ أبو حامد وهو إجماع إلا ما حكي عن أبي سور أنه قال يحكم شهادتهم لأن الشهادة قد حصلت فلم تبطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم وهذا الخطأ أن الحاكم إنما يحكم شهادتهم فلم تبقى هناك شهادة يحكم بها ولأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بشهادة بشهادة يغلب على ظن صدق شهودها فإذا رجعوا عن شهادتي احتمل أن يكونوا صديقين في شهادتي كاذبين في الرجوع واحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صديقين في الرجوع وذلك يوقع شكا في شهادتهم فلم يجوز الحكم الشهادته كما لو فسقوا بعد الشهادة او فسقوا بعد الشهادة ولم يكن الحكم ترد الشهادة وان شاهدوا بحق فقالوا للحاكم قبل الحكم توقف في الحكم حتى تثبت حتى نتثبت في شهادتنا ثم عادوا وقالوا قد أثبتنا شهادتنا فاليجوز الحاكم أن يحكم بها في وجهان يجوز أن يحكم بها لأنهم لم يرجعوا عن الشهادة قالوا توقف حتى نتثبت سنجوز ان يحكم بها لان قولهم هذا يورس قريبة في شهادتهم والحكم تدرأ بالشبهات سيراجعوا بعد حكم الحاكم شهادتهم وقبل استفاء ما شاهدوا به فان كان ما شاهدوا به مما يسقط بالشبهة لم يجوز استفاءه لان هذه الحق تسقط بالشبهة ورجوع الشهود عقوى شبهة لم يجوز استفاءه حق المسعدي وعجل آخر في القصص انه استوفى لانه حق الادمي والاول والصح والمعتمد ان كان المشهود بحق الادمين لم يسقط بالشبهة كالمال والنكاح واماشبه فالمشهود انه يجوز للمشهود له استفاءه ومن اصحى منه من قال لا يجوز له استفاءه لان الحكم هاي المستقر قبل استفاء المشهود به فرجوع الشهود في هذه الحالة كرجوع قبل الحكم وليس بشيء لان الحق قد نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز استفاءه وراجع بعد الحكم وبعد استفاءه المشهود به لم ينقض الحكم ليدب على المشهود له رد ما اخذه انتهى الامر هو قول كافة الرمائل ابن المسايب والامساعي فانهما قال ينقض الحكم واجب على المشهود له ان يرد ما اخذه وهكذا قال اذا راجع الشهود بعد الحكم قبل استفاء فانه ينقض الحكم ولا يستوفى الحكم المشهود الحق أن هذه تدخل في مساءات الاجتهاد وانا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد لسهما هنا مرت سنون على ذلك ودليل ان الشهود يجوز ان يكون صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ويجوز ان يكون كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع فلسا حقا من الاخر فلاجوز نقض الحكم لامر محتمل وهذا الراجع الصحيح هذا الراجع الصحيح نعم من راجع عن شهاداتي لابد ينظر في ملابسات الأمور التي ألجأته للرجوع ثم يحاسب على ذلك نعم يحاسب على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم